اطفال في مرحلة الدراسة لازم يكون الوجبة دي فيها بروتينات صحية زي اللبن او الزبادي او الجبن او البيت وكمان يبقى فيها حاجات تدي له طاقة زي مثلا الكورنفليكس او توست الامح كامل او الشوفان والوجبة دي كمان لازم يبقى فيها بيتامينات ومعادة مهمة من الفكهة والخضروات والمكسرة لازم الام تهتم بالوجبات الخفيفة او السناكس لان مادة الطفل في الوقت ده بتبقى صغيرة جدا انه يعتمد على الوجبات الرئيسية بس عشان كده لازم الطفل ياخد معي وهو رايح المدرسة سناكس صحية زي اللبن او الزبادي او العصير ويبقى عن السناكس اللي سعراتها الحرارية عالية وكميتها الغذائية قليلة زي البطاطس المحمرة او المشروبات الغذائية في وجبة الغذاء حاولي تعتمد على البروتينات الصحية زي الكبدة واللحمة والفراخ ودي هتدل طفلك كمية الحديد اللي هو محتاجها خلال اليوم فبالتالي هتساعده على زيادة التركيز وكمان هتبدع عنه مخاطر الاصابة بالانيميا اتأكد في اخر اليوم ان طفلك اخد خمس حصص من الخضروات والفكهة لان دي هتدله الفيتامينات والمعادن اللي هو محتاجها فبالتالي هتساعده على زيادة التركيز في مرحلة الدراسة زي ما اكدنا على اهمية وجبة الفطار في اول اليوم لطفلك كمان مهم جدا وجبة العشف اخر اليوم حاولي تعتمد فيها على السندوتشات الخفيفة زي توست الحبوب مع الجبنة والخضروات او الكورنفليكس مع اللبن والفكهة دي كانت اهم النصائح والارشادات عشان تساعد طفلك على التركيز في مرحلة الدراسة واستنوني في الحلقة الجاي